تصدر اسم الفنانة ريهام حجاج تريند جوجل عقب تداول صورة لابنتها جانا من زيجتها السابقة من المصور اللبناني محمد مكاوي الشهير بمكي حيث اطلت نجلتها على متن يخت وهي تستمتع برحلة بحرية فخطفت الانظار بملامحها الشابة حيث فاجأت الفنانة ريهام حجاج متابعيها بنشر صورة لابنتها جانا لأول مرة بعد أن كانت تسر على إخفائها عن الجميع وعدم نشر أي صورة لها تكشف عن ملامحها وتفاعل الجمهور مع صورة ابنة ريهام حجاج فأخذ البعض يشير إلى أنها تشبه والدتها في حين أكد آخرون أن ملامحها مزيج من والديها وكانت ريهام لا تحب أبدا الحديث عن حياتها الشخصية فلم يكن يعرف الجمهور عنها أنه سبق لها الزواج ولديها ابنة إلا بعد زواجها من رجل الأعمال محمد حلوة طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز فبدأ البحث عن معلومات شخصية تخصها وعن ظروف زواج ريهام حجاج وزوجها الصادق المصور ميكي قيل أنهما تزوج قبل دخولها عالم الفن وعاش سويا خمس سنوات تنقلت إقامتها ما بين لبنان ومصر وإيطاليا وبعد أن وقع الطلاق بينهما أخذت ابنتها واستقرت في مصر ومن ثم بدأت تخوض تجربة التمثيل ريهام حجاج أعلنت زواجها من محمد حلاوة عام 2019 ونالت قصة من التجريح على إسر هذه الزيجة حيث ظن البعض أنها سبب في طلاق رجل الأعمال من زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز إلا أنه تم نفي هذه الأقاويل تماما وأكدت ياسمين عبد العزيز نفسها أن طلاقها وقع قبل إعلانها عنه بعام كما أكدت ريهام حجاج كثيرا على أن زواجها تم بعد طلاق زوجها بفترة ولم يكن هناك أي خط للرجعة ترجمة نانسي قنقر